بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المسألين سيدنا محمد وعلى أهله وصائده أعزائنا الطلاب أينما كنتم مرحبا بكم في منصتكم منصة تعليم نحن سعداء جدا أن نواصل دروس قواعد اللغة العربية تكلمنا في المقطع السابق عن أسلوب الشرط ثم تكلمنا عن اقتران جواب الشرط بالفا ثم عن جزم المضارع في جواب الطلب وقلنا أنه يجزم المضارع في جواب الطلب وقصدنا ما المقصود بالطلب قلنا الطلب هو الأمر أو النهي ويقيله طبعا يكسر في ذلك يقيله في ذلك في هذا الدرس نواصل جزم المضارع في جواب الطلب وذكرنا لأنه شرط الجزم بعد الأمر صحة حلول إن مع فعل مناسب مثلا نحن قلنا مثلا اجلس أمنحك هذا أمر أنا لو دعنا عارف الجملة الصحيحة أعجيب إن إن تجلس أمنح وصحة حلول الجزم مع النهي دخول إن بعد لالنهية نقول مثلا إننا مجموعة في الأمثلة لا تقترب من النار تحترق فإذا دخلت إن بتصير إن لا تقترب من النار تحترق فهنا نلاحظ أن هذا المعنى لا يستقيم ولذلك لا يجوز الجزم في هذه الحالة الآن عزيزي الطالب نحاول أن نطبق هذا الكلام بحل تدريبات لتثبيت القاعدة طيب انظر معي إلى هذه الأمثلة اللي موجودة في السبورة بين فيما يأتي كل مضارع مجزوم في جواب الطلب وعلامة الجزم قال تعالى قل تعالوا هذا أمر قل من الذي يأتي تعالوا هذا المضارع مجزوم في جواب الطلب ما هي علامة الجزم تعالوا حزف حرف العلة أيضا في المثال الثاني قدمي أنا لو عايز أعرف المضارع المجزوم في جواب الطلب أبحث عن الأمر أو النهي قدمي الخير تنالي قدمي هذا أمر منه؟ تنالي أصلا في المثال الثاني أصلا في المثال الثاني فعل من الأفعال الخامسة مجزوم بحزف النون سامح أخاك تدم لاحظ هذا هو الأمر سامح ما الذي يدوم؟ تدم المضارع مجزوم للسكون لا تعرضوا أنفسكم من البرد تسلم هذا هو الجواب نلاحظ هنا مضارع مجزوم بحزف النون إذن أنا لو عايز أعرف المضارع المجزوم لا بد أن أبحث عن الأمر أو النهي هذه النقطة مهمة جدا طيب إننا أيضا بين فيما تحته خط ما يجوز جزمه بعد النهي وما يمتنع نحن ذكرنا قلنا شرط الجزم بعد النهي صحة حلول إن قبل لا فتكتب طبعا إلا مثلا لا تلعب بالنار تحترق أنا لو جيد قلت مثلا إلا جيد خطت هنا وقرأت المثال لو قلت إلا تلعب بالنار تحترق فإن هذا المعنى لا يستقيم كيف أنا ما ليهب بالنار وبحترق ففي هذه الحالة يمتنع يمتنع شنو الجزم ليه؟ لأنه المعنى لا يصحه طيب لا تعتدي على الآخرين تقع لو جيد قلت مثلا إلا تعتدي على الآخرين تقع طيب قانون طيب هذا المعنى ما يستقيم أنا ما أعتدد عليهم كيف أقع تحت الصغير في هذه الحالة يمتنع الجزم لا تغالي في تقدير ذاتك تصاب لو أنا قلت إلا تغالي في تقدير ذاتك تصاب طيب أنا ما غاليت كيف أصاب؟ أيضا يمتنع لا تفشي سر الصديق يأتمينك إن لا تفشي سر الصديق يأتمينك فهنا يجوز لأنه المعنى صحيح إن لا تفشي سر الصديق إن لا تفشي سر الصديق يأتمينك هذا معنى صحيح أيضا هنا لا تربي الحية تؤذيك أنا لو جيد قلت إلا تربي الحية تؤذيك فإن هذا المعنى لا يستقيم طمام فلذلك هنا قلنا تؤذيك صار الفعل مرفوض لكن لو كان مجرد نقول تؤذيك بنحسف الياء فهنا المعنى لا يستقيم فهنا شنو يمتنع أيضا لا تهمل دروسك ترسب لو أنا جيت قلت إلا تهمل دروسك ترسب طب أنا ما أهملت دروسك كيف أرسب في هذه الحالة يمتنع إذن شرط الجزم أنه أنا لازم أحدد أضع إلا وأقرأ المعنى فإذا صح المعنى يصح الجزم وإذا لم يصح يمتنع الجزم وهي طبعا معنى يرتبط إلى الفهم يعني عندما أقول لك إلا تهمل دروسك أنا ما أهملت دروسي أرسل كيف إلا تهمل دروسك ترسب فإذا ما أهملت الدروس فإذا إلا إمتنع الرسوم ففي هذه الحالة يمتنع إذن الآن نحن ثبتنا هذه القائدة قلنا أنه يجزم المبارئ إذا وقع جوابا للطلب طيب هذا الفعل المضارع يوعرب فعل مضارع مجزوم جوابا للطلب محذوف يعني مثلا سامح أخاك تدم أصلها إن تسامح أخاك تدم فحزفنا الشرط ولذلك هذا مضارع مجزوم جواب للطلب محذوف الطلب المحذوف لو إن فعل الشرط لشرط محذوف الشرط إن تسامح كده إن تقدمي الخير تنالي فحذفنا الشرط وصار هذا المضارع جوابا لطلب وقع جوابا للطلب إلى هنا عزائينا الطلاب نأتي إلى نهاية هذا الدرس وبهذا نكون قد أكملنا دروس الشرط أسلوب الشرط بدأناه بأدوات الشرط الجازمة ثم أدوات الشرط غير الجازمة ثم اغتران جواب الشرط بالفاء ثم بعد ذلك جزم المضارع جواب الطلب وثبتنا هذه القائدة بهذه التدريبات هذه من الدروس التي أضيفت في هذا العام وبهذا نحن عزائي طلاب في منصة تعليم قد أكملنا دروس قواعد اللغة العربية للعام 2021-2022 مع الدعاء لأبنائنا الطلاب بالنجاح والتوفير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر